تصببت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا منها حضر الجوالان ومنع التنقل بين المدن في أضرار مادية فادحة لأصحاب سيارات التكسي الفردية وفي هذا الاتار عبر عدد منهم لقناة الجنوبية عن تضمرهم من الإجراءات المتعلقة بالنقلة أولا حاجة مضايقات أمنية الأولانية أنا واحد من الناس وقفوني بعد الكوفروفير بربع ساعة كنت ماصر في كليون وعملوا لي مخالفة بخمسين دينار حتى يجي ناقة بشر قبل الكوفروفير بربع ساعة ربع دراج حتى مرة كبيرة ولا راجل ولا حتى حتى طفلة ولا طفل ولا أي كليون فأني ما عاش ناجم الناس بعد ثمانية غير البعض كثرت برشة الكورونا فهمني بحكم الكوفروفير ثمانية كيف نقولوا احنا مثلا نقولوا عنا عشرين الف تكسية احنا في تونس فهمني كانوا يخدموا عشر أصباح وعشر العشاية تولوا العشرين الف يدوروا في الكيس في النهار فهمني تولوا واحد من الناس تولوا نخدم ملكرة بنهار بنهار فهمني باش ننصل نهاري ننصل كريا فهمني فهذه معنا تشوفونا في حل ما خادر ما تصور انتي لقدر الله انساني يمرض في الليل شني باش تعمل ماكش باش تعلق انتي تكسي ببني عنيش خادر تكسية كلها في الكوفر فيه بتبع نقصة الخدمة على قبله والتوقيت ما وش هو فهمني فهمني من الاربعة تسكر الدنيا الخدمة اللي كله مع القهوي مع رسترونيت مع الوطلة فهمني جمعت الليل ولو يخدموا بالنهار طو فهمني معناها الخدمة اللي كانت ولو يقسموا فيها جورناتها جمعت الليل وجمعت النار ببعض يعني ما قادش كيف اقبله فهمت نقصة برشة ذرتنا برشة معناه الوقت هي كورونا ذرتنا وزيت القرارات هزيت ذرتنا على الاخر